مفهوم التناسخ الفلسفي الذي يؤمن به البعض لم يعد يختصر على الأرواح ولا السادة فبلد مثل العراق استطاع أن يطور هذا المفهوم إلى ما يعرف بتناسخ اللجان التحقيقية الخاصة بالحوادث الدموية فكل لجنة تلعن سابقاتها وتساوي بعضها البعض بمخرجاتها الصفرية حتى باتت توصف من قبل المختصين بأنها لجان الهروب بدل التحقيق تشكيل اللجان بحد ذاته هو عملية للهروب إلى الأمام تماما تعود كل فوعد السياسية في بغداد مجلس النواب على موضوع الترحيل المشاكل وتأجيلها كل المشاكل التي تحال إلى اللجان يراد منها إرسالها إلى ذاكرة التاريخ أصلا هذه اللجان أرسلت الكثير من الملفات إلى ذاكرة التاريخ ولم يذكرها ذاكر فيما بعد هي هروب إلى الأمام وهي تأجيل وتسويف لا أكثر أعتقد أنه اللجان التي سوف تشكل سوف تكون باللجان السابقة حيث لدينا كثير من الكوارث التي يتذكرها العراقيين بدءا من جسر الأئمة ومجزرة سبايكار ومجزرة الكرادة وغيرها من المجازر التي ذهب ذهب ضحيتها آلاف من العراقيين ولكن للأسف الشديد لم نلاحظ حلول حقيقية انعدام القناعة بتلك اللجان لم يقتصر على الشرع والمنظرين بل حتى منهم في مركز القرار فأي لجنة تشكل بوصفهم لا تأتي أكلها والسبب التحاصص الحزبي والسياسي تشكل لجان كثير هذه اللجان ترفع توصيات هذه اللجان لكن ما يؤسفنا كثيرا أن أغلب هذه التوصيات لا يؤخذ بها السبب الرئيسي والواضح طبعا كل أبناء الشعب العراقي عرفون الكثير من الوزارات هي أفرغت من محتوى ليست هي صاحبة القرار بل القرار يأتي من خارج الوزارة ويملي على المتنفذين في داخل هذه الوزارة لتنفيذ إرادات قد تتلائم مع جهات سياسية تعدت اللجان والموت واحد وصف هو الأبسط والأكثر إلى من فمن فاجعة مستشفى الخطيب إلى مستشفى الحسين في الناصرية قضية واحدة وفاعل واحد ونتائج تحقيقية مغيبة بانتظار من يكشف عنها سيف علي قناة الدجلة بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر